أحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الشابتر الرابع وذرينغ هايتس مرتفعات وذرينغ بس للتذكير احنا دخلنا بالدرس السابق الشابتر الرابع و بالدرس الرابع المحاضرة السابقة أخذنا على أن الأحداث الماضية اللي كانت قلنا أنه عندنا هنا سيد ليكود اللي هو اللي راح يرويننا القصة و راح يرويننا الرواية يتكلمنا عن الرواية فهذا مستر ليكود هو حاليا كان يم هيتكليف بالوذرينغ هايتس مرتفعات وذرينغ هو ساكن منطقة قريبة اللي هو قلناه هو من ولكود قلناه هو مستأجر يمهم فوذرينغ عندك هنا يعني مستر ليكود السيد ليكود هنا رجح تعبان مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة ونيلي الخادمة اللي هي كانت حاشة يمهم شايف الأحداث هنا سيدة نغي قاعد تروي الأحداث اللي كود عن اللي صار فحشت له وآخر شي بدت وشابتر الخامس بدت تقول يعني بدت صحة السيد إيرنشوت تتدور تحشيه عن أبو كاثرين وعبو هندلي تقول له بعدين بدت صحتهم تتعب طبعا يعني حافظتها القصة والأحداث وترويها تحشيه ألمي تحشيه السيد لكود تقول له هي بيكيم سلس أصبح أقل تشكوى عن هاتكليف طبعا هو دائما تشكي عن هاتكليف ما يريد من الناس تتضوج هاتكليف كانت أكو مشاكل كبيرة there was a lot of there were a lot of problems between هاتكليف and هندلي so because there are many problems لأنه أقبع الكثير من المشاكل يعني تم إرسال هندلي to the school يعني إرسلوا إلى الاسchool يعني actually the main reason for sending هندلي for the school is not because they want him to study يعني السبب الرئيسي مو يردون الدراسة but in fact because there are many problems لأنه أكوى مشاكل between him and between هاتكليف so they decided to send him away قرروا أن يرسلونا بعيد إذن طبعا بدأت صحة أرى نشو مثل ما قلنا تتعب يوم بعد يوم يقول هنا أقول لك جوزيف بقانس to have a greater influence over his master طبعا هنا جوزيف هو الخادم أحد خدام اللي كانوا عايشين هناك وطبعا هو لحد الآن باقي قوية هاتكليف يعني عاش قروم خلي نقول فهذا جوزيف بدي أثر على سيد مالتلي زي يعني وبدي أحتيشي له يعني أثره بأمور الدينية وإلى آخره يعني إذا صحة تعبت فأعني شخصة صحة تتعب وين يروح أقرب شخص عليه احتمال أخو احتمال أبنة احتمال أمة احتمال الخادم مالتة فهو الخادم مالتهم جوزيف فبدأ يقاثر على قرارات السيد كاثرين كنتينيوز طبعا هنا هير فاذر باوت شون مثل ما نقول يعني يعني باوبليمز وذ هاتكليف طبعا هنا كاثرين شلون بدت يعني يوم بعد يوم يعني طبعا هي كاثرين بالبداية كانت تكره الهاتكليف بعدين يعني يلا بدت تحب بدت تشك عن هاتكليف وتشك بالوضع اللي بي طبعا يعني يعني كيرلس about her the sick of her father how his father is sick يعني ما تهتم بتعب والدها وابوها كان مريض زين وهنا اكو شغلة مهمة انه سيد ايرانشو كان مهتم جدا بهيثكليف سيد ايرانشو مهتم جدا بهيثكليف فالناس يعني العائلة كانت كل يتغار من هاتكليف ويضوجون من هاتكليف يعني يردون يعرفون السبب او السر اللي جعل السيد ايرانشو يحب هاتكليف عامل معاملة اهلا سيئ لانو هو سيئ اصلا وكاثرين همعدها تصرفات مو صحيحة بعدين راح تتزوج الشخص وتدخون هذا الشخص ما انتي اصلا من البداية تحبين هاتكليف الزوجي بس لا متزوج لانو هذا مو جاء مو صاحب جاهو صاحب كذا فبعدين يعني هذا الحاج ورا ما صار يعني هاتكليف في البداية كان وضع كل اشتعبان وهو اصلا خادم يعني شون نقول يعني لفوا يومهم غريب يقول كاثرين اند هاتكليف صال وان انا وذا توك او هافن يعني يعني هاتكليف وكاثرين ضاجوا على وفاة ايرانشو وسيد ايرانشو وبدأوا يعني انقهرون طبعا يعني اخوان انا نصيحتي لكم يعني انا هسا دائما احب اقرأ النص باللغة العربية سواحد يقول استاذ انت انجليزي وقسم انجليزي عجب لا عيني هنا النص بالعربي يفيدك يفهمك الاحداث اللي صارت بالضبط يفهمك شنو صغيرة وشنو شبيرة انا ما اقول لك اعتمد علي ولكن اقرأ اطلع لي شوف يقول كان يوسف جوزيف يعني ما زال من اكثر الناس تدينا وقد استطاع بحديث وعظمات الدنيا ان يؤثر على مستر ايرنشو شوف لما انه انه يقول لك اكو تأثير سواحد يقول شنو التأثير ما تقدر تشرحها بدون ما انت فهم النص باللغة العربية فان حقيقة يعني هس انت طالب واصل مرحلة الثالثة وما تعرف تعبر باللغة الانجليزية فامورك متمام بس انت هافهم الكلام هنا راح تستفاد وتقدر تتكلم وتقدر تحكي فنصيح تقرون هذا النص باللغة العربية بين فترة وفترة يعني كل ما يشير عندك وهو نقسم هو شابترات عندك تحضير شابترين ثلاثة ابدي اقرأ النص بالعربي وافهم وارجع النوب اقرأ بالانجليز واعبر بطريقة الخاصة ودور على بعض النقاط المهمة اللي لازم نعتمد عليها اثناء الشرح لانا وكيد كل أستاذ ومرات يريد من عندك شرح فهذا طبعا الملزمة ناشرين ها هذا الملف موجود ناشرين بقناتنا على تلاقران فهذا بالنسبة لدرسنا اليوم اللي هو الشابتر الخامس اي سؤال او استفسار خصص الشابتر الخامس تقدر تضيفها بالتعليقات وانحن ان شاء الله نجاوبك تقبل تحياتي ولا انت سوف تشترك بالقناة وترسل هذه الفيديوهات الى اصدقائك